هل إدارة النادي الأهلي أثرت في الملف ده؟ لا إدارة النادي الأهلي طلبت من الفيفا أن يا جماعة احنا عايزين لحصة بتاعتنا من التذاكر فالفيفا ردت لقاله لإدارة الأهلي لأنتم ولا التحاد جدة ولا أي نادي ليه الحق أن ياخد حصة خاصة بالتذاكر؟ ولا يحدد السعة بتاعة الجمهور أو العدد بتاع الجمهور اللي يحضر من فريقه؟ لا إحنا يا جماعة بنعرض التذاكر والراغب في الحضور يحضر اللي الراغب يشتري التذاكر ويحضر يحضر فالأهلي وإدارته حاولوا أن هما ياخدوا حصة لهم بعداد وهم اللي التذاكر يوزعوها للجماهير أو يكون بأي شكل من الأشكال بقى الألية إيه الله أعلم كانتها تكون إزاي لكن في كل الأحوال الإدارة حاولت أن هي تاخد نصف ساعة الاستاد لجماهرها لجماهر النادي الأهلي الغفيرة اللي أكيد حنشوف عادة نشوفنا مطش بتاعه اللي كان في الطائف ما بين الأهلي تحدى العاصمة الذي لم يوفق فيه النادي الأهلي كان عدد الجمهور كله في الملعب أهلاوي مع عدد أولاق أو اتحاد العاصمة الفائز بالبطولة فبالتالي أنا وصل بمهور للأهلي في السعودية أو من مصر اللي حيسافر أو من الخليج اللي حيروح يأزر النادي الأهلي حيقفل المدرجات وحيلح يحجز التذاكر التذاكر هتتوزع أو هتطرح على ثلاث مراحل في مرحلة هتبتدي كمان ساعات أو كمان دقايق ومرحلة أعتقد ممكن بعد أسبوع ومرحلة تالتة بعد أسبوع تاني فده أمر مهم جدا توضيحه بالنسبة لجمهور النادي الأهلي لأن نطش زي ده محتاجك النادي الأهلي أشد الاحتياج فاخد بالك مهمة قوي أن أنت تكون بتآذر فريقا وانا انجمور الأهلي مش هيتأخر يعني في نفس الوقت خلينا أقول لحضراتكم أسعار التذاكر 40 ريال للدرجة التالتة و75 ريال للدرجة التانية و100 ريال للدرجة الأولى دي أسعار التذاكر تاعة المباراة ما بين الأهلي والاتحاد السعودي وأعتقد أنها في المتناول بالنسبة للجماهير طيب ده بخصوص الجماهير تعالى بقى أكلمك في آخر أخبار الفرقة الفريق طبعا بعد ما فاز فوز مريح مبارح على سان جورج الأسيوبي بثلاثية نظيفة هدفين حسين الشحات وهدف أحمد عبدالقادر النهاردة كان فيه مران مران كان أو ما يعتبرش مران لأن كان فيه زي مطش ودي ما بين عدد من شباب النادي الأهلي وعدد من اللاعبين المشاركوش في مرات الأمس واللعابة اللي شاركت كان لهم برامج استشفائية محددة وكولر كان قد محاضرة للكل سواء الشباب أو اللعابة اللي شاركوا في الموراة الودية اليوم قبل انطلاقها وكان فيه جلسة ما بين كولر ومعاوني والاستعداد ابتدى لمبارات يوم الجمعة القادم وهي مبارات القيامة بين الأهلي وسان جورج والأهلي خلاص تأهل لدور المجمل لأن الفرق واضح جدا ما شاء الله يكوة إلا بالله يعني عمر السلية تدجري حوالين الملعب وبتعافى من الإصابة العضلية اللي كانت عنده وبينفذ برنامجه العلاجي والتأهيل